أهلنا حبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وحلقتنا اليوم ماذا شو دور شو موقف الكنيسة بعد الكورونا قبل هذا الفاصل أكدت من فضلكم أي شخص بيعطي تعليم بالذات على الميديا كل كلمة عليها محاسبة ومن فضلك انتبه يعني حضر موضوعك قبل ما تتكلم في الموضوع مش أهمية المفرقعات جبتلك مشاهدات لكن انت رح تتحاسب على كل كلمة وأنا كمان الرب يعني يحميني من أي كلام بطلع بدون أي محاسبة لأنه أنا كمان لازم أكون أمين في كلامي وما في حد فينا كامل في رسالة يعقوب صحاح 3 بيتكلم عن موضوع لسان ومخاطر لسان أنه كيف لازم تضبط اللسان فبيقول لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي علمين أننا نأخذ دينون أعظم لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضاً فبيتكلم عن اللسان وبلاوة اللسان شو ممكن بعديها يعمل يعني ببساطة ما نكونش معلمين كثيرين على أساس أنه برضو لألا نعثر ولألا يكون في دينونا فأنا يعني بتكلم هذا الشيء بكل محبة لأنه بدنا نرجع إسا بعد الكورونا نبتدي بداية قوية حلوة العالم بتوجع العالم بتقلم وعلى فكرة بتخبط ما عندهش الأجوبة وإحنا عارفين إنه الجواب هو في الكتاب المقدس وعارفين إنه الجواب هو من خلال شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد